بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية اتنين تابع الوحدة الاولى الشروط التي يجب توافرها في المعلومات لتصبح ملأمة relevant conditions لكي تكون المعلومة ملأمة لاتخاذ القرارات لابد ان يتوفر فيها شرطان هما الشرط الاول المستقبلية related to the future بمعنى ان تحدث في المستقبل ولذلك ليس للمعلومات التي حدثت في الماضي اي تأثير في اتخاذ القرارات الشرط التاني ان تختلط من بديل الاخر diverse between alternatives بمعنى ان تكون موجودة في بديل وغير موجودة في البديل او البدائل الاخرى او موجودة في جميع البدائل ولكن بارقام مختلفة اسباب الفصل بين المعلومات الملأمة وغير الملأمة reasons for separation between relevant and non-relevant information هناك سببين رئيسيين للفصل بين المعلومات الملأمة وغير الملأمة هما السبب الاول ان تولد وانتاج المعلومات يجب ان ينظر اليها على انها عملية ذات تكلفة وتحتاج الى وقت ومجهود وطبيعي ان نتحمل هذه التكاليف وان نبذل الوقت والمجهود في انتاج المعلومات الملأمة فقط اي بالسبب الاولان خلاصته لتوفير الوقت والجهد والتكلفة السبب الثاني ان يتم استخدام كمية محدودة من المعلومات وإلا سيتعرض متخذ القرار لمشكلة زيادة كمية المعلومات عن الحد الملائم information overload ويترتب على ذلك انخفاض فعالية اتخاذ القرارات وبتوفير المعلومات الملأمة فقط يقل احتمال التعرض لمخاطر زيادة كمية المعلومات عن الحد الملائم اي عدم اغراق متخذ القرارات في تفاصيل لا داعي لها يبقى متخذ القرار حتى لا يتعرض لمشكلة زيادة المعلومات كميتها فاحنا بندلوا المعلومة الملائمة فقط عشان ما نغرقوش في تفاصيل لا داعي لها اشتركوا في القناة